ندمت جداً ندمت جداً الغمار عاطفي غير مبرر خلينا أقول لك اعتراف وقبل من أخ لأخ يعني أنت الآن بخطابك اللي تتحدث به من فترة وأنا أراقبك ونمتابعك من سنوات الآن حتى أنت خطابك قد تغير كثيراً وأصبح أكثر واقعية لأنك كنت تقرأ قوله تعالى ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً هذا الذي حصل معك خلينا نعمق الزروح شوية لا أنا كنت أتمنى طبعاً نحن حروبنا بشكل المرصد وطن الإعلام من طرحنا ببيان وأعلننا هذا حق إنا يعني مشروع بعدياً بس الجماد ما يتغير يعني كل واحد عنده ملاحظات ملاحظات من انبنت العلاقات على أسس بالمناسبة نحن غير منتمين ولو دقيقة واحدة لأي حزب سياسي انت ما معنا أصحاب رأيه بصدت الدرجة أنه أنت تتباوع أنت مجرد أداة أنت شو تسوي تقبل نفسك تسوق أنت شو تسوق وتشوف الواقع غير شكل واقع يعني تشعر بنفسك الآن أنت سألتني هذا السؤال أنا يسر جعل نفسي جداً جداً أنقتها معقولة أنا ما يعني شنو ركضت ركضت أركض ما أدر بنفسي ورقعت لي حايط ندمت عليه لأن الواقع إذا ندمت جداً ندمت جداً أن الغمار عاطفي غير مبرر غير مبرر أنا ما أقصد نفسي أنا بالمرصد وصلنا لدرجة الآن نحارب بالقنوات أنت شايف شخصية سياسية أو رئيس كتلة يروح على فلان كتلة يقولوا أنت رأيتم منفذ إعلامي لا تطلعون هذولا أو لا تطلعون خالد شوال عقليات ويستجيبون لانتخاذهم سياسي أرجع وقول لك ويستجيبون هيش وسط العقلية العقلية اللي اتغولت المتخلفة اتغولت الدرجة مرعبة ولانتخاذهم سياسي إيش أقول أقول ياريت لو كنت أوفق الأولي هم بيناتهم خلافات الارتخاذهم السياسي خلوا عملية تعشيق تعشيق بيناتهم بشكل غريب غريب والله أنا أشكرك على هذه الصراحة المتناهية وأحترم فيك هذه الطروحات